في وقت اشتدت المعارك في مناطق شرق الفراد بين القوات الكردية المدعومة من واشنطن والمعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية من جهة وتنظيم داعش الارهابي من جهة اخرى تشن تركيا واحدة من اعنف جولات قصف مناطق الاكراد في شمال سوريا القصف الذي تبرره التركيا بمحاربة الارهاب في شمال سوريا تسبب في مقتل واصابة العشرات من القوات الكردية مما دفع الاخيرة الى اعلان وقف حملتها ضد تنظيم داعش والتراجع الى خطوطها الاساسية في عين العرب واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بالسعي لتخفيف الضغط على عناصر داعش من خلال قصف مناطق الاكراد لاجبارهم على التراجع وبالتزامن حملت وزارة الدفاع الروسية الجيش التركي مسئولية عواقب عدم تنفيذ جميع التزاماته بموجة باتفاق المنطقة منزوعة السلاح في ادلب وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كيناشنكوف ان انقرة لم تنجح في تحقيق جميع مسئولياتها مشيرا الى وجود محاولات مستمرة من المسلحين لنصف الهدنة من خلال استخدام الاسلحة الكيميائية لتنفيذ هجمات بغازات سامة وتحميل دمشق مسئوليتها وتأتي الهجمات التركية غدت قمة جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا والمانيا عقدت في اسطنبول السبت الماضي وتنولت الازمة السورية حيث تبنى المشارقون بيانا اكدوا فيه على التزامهم بالعمل معا لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والامن في سوريا ويأتي القصف كذلك بعدما هدد الرئيس التركي اردوغان بشن هجومين على شرق الفرات متحديا القرارات الدولية في هذا الشأن وبات التساؤل المطروح حول خيارات واشنط للتعامل مع الخطوات التركية التي تهدد خطتها المعتمدة على دعم قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة ارهاب داعش